ليست تسول مهنة لهؤلاء اللاجئين، بل حاجة فرضتها ظروف التشرد في أوروبا، الذين لم يحصلوا على أوراق إقامة بعد ينتشرون عند مخارج الطرق الالتفافية حول باريس للحصول على ما يمكنهم من دفع خمسين يورو، هي بدل إقامة في فندق متواضع. هذه حال سيدات من إدلب في سوريا، هنا في بورد كليشي قرب باريس، روت لنا إحدى هنا وهي فدوى صعوبة وضعها ومشكلتها مع منتح لي صفة لاجئ محتاج. صال لي أربع سنين طالع من سوريا، من بلد لا بلد، رحت على لبنان، من لبنان على مصر، من مصر على جزائر، من جزائر على مغرب، ومن مغرب على أسبانيا، ومن أسبانيا على فرنسا. صال لي والله لعظني من أربع سنين ما دق من نوم، مرتحد، معي ولدين ودوزين مو معي. كل يوم صاحب الوطل بدون مني خمسين يورو، المعيشة كتير صعبة، وعم بروح على سطوبات مشان نطلب المساعدات والناس مع مساعدوني، فاكريني الرومان. ولأن فدوى شكت من منتح لي الصفة من الرومان تحديدا، توجهنا من بورد كليشي إلى بورد سانتوان المجاورة، حيث حملت طفلة لافتة تزعم أن العائلة سورية اقتربنا من أمها، فتبين أنها ليست سورية ولا لاجئة ولا محتاجة. طرحت عليك سؤالا، هل أنت سورية أم لا؟ قلت أنا بوثنية، ولست سورية. اكتشفنا أن منتحلات الصفة يحميهن شبان أحدهم يحمل صافرة انذار في حال حضور صحفيين أو الشرطة. عدنا إلى بورد كليشي، هذا رب عائلة من الرومان يستخدم أطفاله في التسول، مستعينا بلافتة تزعم أن العائلة سورية ما يدر عليه أموال المتعاطفين مع قضية اللاجئين. في اليوم التالي حضرنا إلى نقطة يتعاقب عليها منتحل صفة لاجئ محتاج كهاتين السيدتين اللتين لا تتحدثان العربية أصلا. لا، أنا لست سورية ولم أطلب منك شيئا. قطعت السيدتان السير مهددتين فريقنا بالطلب إلى الشبان الذين يحمونهما بتحطيم الكاميرا. لا، هناك، روحناك، روحناك، حسين. لعب السيارة، لعب السيارة. غادرنا على وجه السرعة لتنتهي أولى حلقات تحقيقنا عن مافيا تدر على أصحابها شهريا مبالغة خيالية. حسين قنيبر، العربية، تاريس.